آخر شيخة يا توني فيك تخبرنا أكتر عن جماعة العنصر الجديدة وشو هي أهدافها وكيف رح تكون يعني مسيرتها بالمرحلة اللي جاية أول شي جماعة العنصر الجديدة كلمة عنصر الجديدة أنا ما سميتها عنصر الجديدة كان في حبيس ماروني كاتوليك مويرني وفي راهب ماروني اثنين تنهني اللي الرب حط هيدا الاسم وعطيوني ايه ومشيت فيه يعني ما أنا اللي حطيته الرب عطيوني ايه كنا عم نصلي جروب وقلت لن كل واعد منكن يقول اسم واعد كان عند حبيس واعد كان عند راهب أنا كنت مع الراهب رايح أنا والراهب على سوريا براهب ربناني بالأبوت ربي يبيركوا وحبيس عطيوني نفس الاسم والحبيس نفس الاسم فتحنا الورقتين تلقوا نفس الاسم قلنا منمشي بيدا الاسم جماعة العنصر الجديدة هلا في كانت بتقول انه شو اللي شو جديدي شو بننامشي جديد لا نجدد حياتنا بنروح الكدوس وكلمة عنصرها يعني يوم الخمسين والبابا بيقول نحن بيحيجي لعنصرها جديدي براعينا وبكنيسنا يعني منو شي هالقض كبير الاسم الهدف الجماعة انه ماشي هدف الجماعة نعيش العيلة والمحبة والشراكة ونخبر عن الرب ونخدم الرب وكون مستشفى هم تحضن كل البشر اللي بيحيجي للرب يسوع وننشر الانجيل ونوزق حسب عمنطيق وسيط الرب عمنطيق وسيط الرب انه نعيش بمحبة اخوية من محبتكم لبعضكم البعض يعرفونكم انكم تلاميذي طيب يعني اليوم هاي المحبة اللي عم بتلقاها انا من الكنيسة بيبينوا انه نحن اخوي واخويت يعني نشكر الرب بنقبل بعضنا رفتي كيف اذا ما فيه بدي نكون فيه يعني كنت نتمنى نكون غير هاك انا بتمنى نكون عمنقايش المحبة اخوي واخويت حسب كلمة الرب وبتمنى انه كل انسان مسيحي يعرف كل انسان مسيحي يعرف انه طيب انتي ليش مآمن بالرب يسوه كلتنا ليش هم نآمن بالرب يسوه كلتنا ليش منصلي كلتنا ليش اذا عم بتحضروا ديديس لاش اذا عم بتصوموا ليش اذا عم بتخدموا من شميس لاندلفت للماني لكهني لامطارين لكل الاجتماعات وكل شي عم نعمل ومنملكه وكل طقاطنا وكل مواهبنا وكل اختلافاتنا مثل ما كانت مرتب تختلف هم مريم بس نيتم مؤمنين كلتنا اختلافاتنا وكان رغم اختلاف حتى بالتوايف بس كلتنا اخوي نتبع المسيح غايتنا فرد غاية ما في غاية غيرة غاية ايماننا هو خلاص النفوس وجمعات العنصرة غاية وجودها هي خلاص النفوس ليش ما الخطيئ اذا انتوني كمهارتة او منو مهارتة ومنها مشكلة تكتير كاتوليك في دين الشياطين في كتير كاتوليك صاروا اسلام توني لا بعد وعن بيأمن نفس الايمان بس المشكلة انه انا قلبي هالنفوس وغاية ايماننا خلاص النفوس بالوقت اللي بتكون اكبر جريمة اذا انا بملك الدواء والعالم مرضى وما بيأتي ندواء مجانا اخدنا مجانا ناتي مجانا انا اللي شافيني كلمة الرب اللي حررتني كلمة الرب ومعرفة الرب تعرفون الحق بالحق يوحريركم وشفيتني وخلتني اغفر لكل ادواني وحررتني من كتير امور العالم كلها اليوم هم بتعيش بالخصومات الاهل والعيل وهم بيعيشوا خوف والهم كأن يتمين ما عندهم بي متروكين منطرحين كيف انا بالديناء والعالم الموجودة هون وخصوصا السماسيحيين مدمرين وانا عندي العلاج الويلولي اللم ابشر اللم ابشر منو اللم قصوم منو اللم احضر قديس منو اللم تكون ارتودوكس او كاتوليك او انجيلي او لاتيني الويلولي اللم ابشر روح بشر بالمسيح اليوم فعلا ما نتبشر بيتوني فرنجي يعني شايني المسيح منفكر نحطين روح بيتوني فرنجي اخي ايش بدك فيني انا مسؤول عن حيلي كن مسؤول عن حيلك وبديقول طلع بالحب اللي بعينك شو بدك من نسرب عن غيرك انا انسان خاطئ البار بيقل بسبب مرات ولي بيقول انه بلق خطيه بيجعل الله كذب كلتنا خاطين مثل رحمة ربنا كلتنا من جهة تنقوم ابليس وتنقدر نكفي ونسأل ونسأل تنسأل الهدف نحط طالها بعضنا البعض ولا نحمل قطل بعضنا البعض المحبة بتتحمل كلشي والمحبة بتصبرها كلشي والمحبة بتا� psychologist والمحبة ما بتحط اللوم ها غيرة وبتترجى كلشي انا بصلي لكل انسان عم بيحكي بالمسيح يحكي بالمحبة يعيش المحبة لانه اللي بيقامن وما بيعيش إيمانه بالمحبة الإيمان العامل بالمحبة اللي بيقول مؤمن وما في محبة هذا إيمان في رياء ولي بيقول أنه هو مؤمن وبيمثل أنه بيحبنا بوجنا هذا محبته رياء نحن منحبن بيقفهن وبيوجهن نحن نحبينا بالوج بس بالقفة ما كان هيك وربي يبيركك حبيبتي وبعدني أنا هويتي كاتوليكي بس هالذكرى يعني اللي يجيني حرمين منه إذا حرموني بشيلة ما في مشلي بس أنا كاتوليكي ما حدا يتهمني غير كاتوليكي هاي هويتي كاتوليك أنا كاتوليك طايفتي كاتوليك ماروني بتبع المسيح لأن الكاتوليك ما عندهم مبشرين بالمسيح ولو كنيسة أمر 2000 سنة ما بيطلع الناس مبشرين أبطال بالمسيح أكيد وبفتخر أني كاتوليكي والكسلين يقوم يروح يبشر وليمنوا يرى إنجيلو كاتوليكي يروح يرى إنجيلو كاتوليكي والعذرة مريم قديسي المتوضعة بتقول اسمعوا كلامه وعملوا به وكانت صامتة وكانت تتأمل كل شي بقلبه وقالوا له للرب يسوع توبة للبطن الذي حملك أهم بيرد عليهم بيقول لا بل توبة للذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها كلنا من نعبد رب يسوع والرب بالروح وبالحق ستجيء ساعة وهي الآن يعبدون الله بالروح والحق وما منسجد إلا للرب وما منطلب إلا من الرب وما منتكل إلا على الرب لأنه ملعون من يتكل عباني بشر اطلبوا من الرب نطلب وكل ما تطلبونه من الله بإسمي من الرب منطلب عم نقول للعالم عم نقول إن اختبرنا شو اختبرنا تنقاش حياة بملعة مرتحين ومبسوطين وانشفينا وتحررنا ورد عنا كرامتنا ونعيش بمحبة ما بعدنا البعض تنكون نور بالعالم نحنا صرنا مصخرة قدام الأديان الغير المسيحية بالابنية صرنا مصخرة بالكره وبالتحذب وبقتل بعضنا البعض وبالصرقة وبكل شيء فيه فساد صرنا نحنا بدل ما نأتي صورة المسيح للعالم جايين هلا بدين توني فرنجية نتبهوا منه يعني هلا ما يعني إذا توني فرنجية كان ميبشر بغير المسيح كنتوا تلحقوه مثلا أو إذا كان توني فرنجية مثل ما كان قبل تيجر ومخضرات ومار ومخروب بيته كنتوا خفتوا لها القبضة بتنقول خايفين علي ربي باركون وباركوا لعينكم سلوا للذين يتهدونكم ربي باركون والرب يخفر لأنوني ما عندي مشكلة أنا مني جاي أرضي بشر أنا جاي أرضي الرب ودعينتي على الرب والرب شو بيقلي بعمل أنا بطيع الرب وبيسمع صوت الرب والرب يسمع صوتي واسمه عم نويل بيسكن فيني أنا بعرفه وبيعرفني معيك معلوعة شخصية إذا كان لقلوعة الشخصية مع الرب يسوع حررتني من السلطان إنه لي فليكن ما حدا عنده سلطة لي إلا الرب ومنا متعودين بالدنيان أخوي ريف أنا ميني خروب بقى صرت ابن صرت رائي بالحظيرة وصلي كل وعد منك المسيح يكون رائي بالحظيرة أتحبوني ارعي خرافي نحنا منحب الرب ربي بيركك حبيبتي ينبغي أن يطاع الله للناس لكن هدف جماعة العنصرة هو خلاص النفوس وإنه نحنا نعيش هيدا الشركة يعني شركة المحبة نحنا في كل مسيحي حبيبتي جماعة العنصرة منها هي أخوي وأخويت عم بيعيشوا شيء أقل يعني أقل جروب منها القصة الكبيرة يا جماعة العنصرة هدف كل المسيحيين إنه نكونها منشج بعضنا تنخلص نفوس لأنه السماء بتفرح بخاطب عادية توب نخلص النفوس ما هيش غلطنا ما هيك ما هيك بيقول الرب ولا لا ومن محب بدي وانتقرفت يا الرب يسوع سور فيكي تسكتي طيب هاهكي شوية عن البشارة لأنه هدف جماعة العنصرة هو البشارة أوكي اسمحي لي يعني أول شي بدي يخبر للعالم كله هيبشركم بفرح عظيم بلشة الخبرية ببشرة بشرة حدا عم بيبشرنا هيا أبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشروب هيا ولد لكم مخلص لكن بشرة طبعا يسوع المسيحي فرح هيا الفرح اللي أنا تبشرت منها بشروني فيها واختبرتها بدي بشرة لغيره اتفقنا بيقول بلوءة أربعة ثلاثة وقربين بيقول فقالا لهم إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخرى أيضا بملكوت الله لأني لهذا كد أرسلت أصبح نحن إذا مندبع المسيح موجودين هالأرض دي الروح النادي بملكوت الله النادي بالتوبة ومن نادي بالرجوع إلى ملكوت اقتربة ملكوت السماوات وين موجود ملكوت الله اليوم كتير مؤسف إنه تشوفي علم مسيحيين أمر العشرين وثلاثين وقربين وخمسين سنة تسألين وين ملكوت الله بيقولولك فوق لك ملكوت الله بقلبك هون بدنا نختبره هون بدنا نفوت أليه هون المدخل تبعه بالمسيح معرفة المسيح اللي متولدوا من جديد لن تدخلوا ملكوت السماوات هون المريدي الجديد مولود الجسد جسد مولود الروح روح ينبغي أن تولدوا من فوق ينبغي وإذا الشيء اختبرناه بنشوف بكورينتوس الأولي تسعة ستة لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر إذ الضرورة موضوعة عليا أو موضوع عليا يعني شيء ضروري محطوطة ليتي روح بشير ما أنا حيبة بروح بشير بقى بيقول بكورينتوس الأولي تسعة ستة برجع عيدة إن كنتوا أبشر فليس لي فخر إذ الضرورة موضوع علي يعني شيء ضروري هذا موضوع علينا كلتنا فويلون لي إن كنتوا لا أبشر هيدا بالإنجيل تبع الأرباني هيدا بالإنجيل لأننا يبي بيوتنا روح وفايا كل اللي نجيل بوزان أنا جايبا من جمعية الكتاب المؤدس في لبنان يعني مؤترف فيها من كل الأنجيل يعني ما عندي أنجيل تبعه لك وتبعنا كل الأنجيل هي إنجيل نحن من وزعه هون بمرقص واحد سبتعاش شو اسمها يا لوسيانا مرقص شو واحد سبتعاش إن دي سر فقال لهم يسوع مين حكي يسوع مين يسوع رأس الكنيسة والرب وينبغي أن يطاع الله لبشر فقال لهم يسوع هلما ورائي فأجعلكم تصيرات صيادي ناس وكل إنسان بيتبع المسيح ويسيئة بشر لشو موجود تربح مين شو بدأ أنت كإنسان مسيحي لشو عم تشتغل لشو الوزنيت للرب أوتيك هون شو هدف الوزنيت وموكلك هشو كل شي عندك يه بدك تستخدمه لربح المال ولا ربح النفوس ليه بيهمك أكتر إذن بيهمك المال بتروح تربح مال بيهمك الرب بتروح تربح نفوس بكل بساطة اللي بده يعبد الله بده يروح يربح نفوس الإنسان المؤمن بيربح نفوس الإنسان غير مؤمن بيربح فلوس وبيدمر الإنسان تيجيب مال العطل الكرة الخيانات الكذب كل هول سببهم كرمال يجيب فلوس محبة المال أصل كل شر وبيقول الرب متى 28-19 فاذهبوا وتلمزوا جميع الأمم هذا فعل أمر بدي إيش إنجيلي بتسمحوا لي فاذهبوا وتلمزوا جميع الأمم يعني بدي أخذ إذن حدا إذن بدي روح ولا الرب يقول لي زيب روح ما قال لي روح إسئل وخوض الإذن وروح ما قال لي فاذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والإبن من روح الكدس وعلموهم أن يحفزوا وعلموهم أن يحفزوا جميع ما أوسيتكم به وهي أنا معكم كل الأيام إلى أنكضاء الدهر هون بدي أقول يعني إذن ما ذهبت وبشرت وتلمزت وعلمت ما بتكون معي بيقول لي لا أنت روح فاذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والإبن والروح الكدس وعلموهم أن يحفزوا جميع ما أوسيتكم به وسيئت يعني وهاء أنا معكم كل الأيام إلى أنكضاء الدهر المسيئي ما بيروح يتلمز ويعلم ويبشر الرب يسوه منه معه وسلام المسيح بقلبك حبيبتي والرب يبيركيك